موسيقى رئيس الوزراء استعرض الترتيبات النهائية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وموقف المشروعات والعقود المكرر تنقيعها على همشي أعمال المؤتمر مصر تجدد رفضها تشغيل معبر رفح في ظل الوجود الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد تنسيقها مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا الأنروا تدعو للتصدر محاولات إسرائيل لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية وتحذر من محاولات استهداف منظمات أممية أخرى السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيوتش مشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيف مصر بداية من السبت المقبل ولمدة يومين هذا وأكد رئيس الوزراء أهمية عقاد هذا المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية فضلا عن توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الجلسات النقاشية التي سيتم منعقادها خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى تركز على قطاعات الصناعة والطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي وغيرها من القطاعات الأخرى كما تم استعراض موقف عدد من سفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ذلك في عدد من القطاعات على رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتقددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع قطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهما يسهم بدوره في توازن الأسعار وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع لفتا إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد الثلاثين من يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو تحت رعاية رئيس الجمهورية قررت وزارة الداخلية مدفع عليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من واحد يوليو القدم ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل لأربعين في المئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحمل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أعلن مصدر رفيع المستوى أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرما بوسالم بشكل مؤقت وذلك لحين عودة تشغيل معبر رفاح البري هذا وأكد المصدر أن مصر جددت رفضها لأي تشغيل لمعبر رفاح في وجود الاحتلال الإسرائيلي موضحا أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دعا فليبا اللازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة التي تقدم مساعدات إنسانية في غزة وفي مناطق أخرى في المنطقة وحذر لازاريني من أن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون هدفا للاحتلال حد عدم التصدي بجدية لمحاولات إنهاء عمل الأنروا مشيرا إلى أن إسرائيل تسعي إلى إنهاء عمليات الأنروا برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية صاحقة من الدول الأعضاء وأكد لازاريني أن الوكالة تتواجه جودا منصقة لإنهاء عملياتها عبر أطلاق مبادرات تشريعية لإخلاء مجمع الوكالة وتصني فيها كمنظمة إرهابية وأضاف لازاريني أن الوكالة دفعت ثمنا باهضا باستهدافها المتكرر ومقتل نحو 180 عاملا فيها واستهداف 120 منشأة تابعة لها منذ 7 أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن مرحلة القتال الضاري ضد حركة حماس شارفت على نهايتها لكن الحرب لن تنتهي قبل زوال سيطرة الحركة على قطاع غزة بحسب قوله وأضاف نتنياهو أنه بمجرد انتهاء القتال الشارس في قطاع غزة فإن ذلك سيسمح الإسرائيل بنشر المزيد من القوات على امتداد الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قالت الإذاعة الإسرائيلية أن إن الكنسة الإسرائيلي سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون بتمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش وصدقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش ليعرض اليوم على البرلمان للمصادقة عليه ومن المتوقع المصادقة على مقترح قانون بالقراءة الأولى وفي حال تم ذلك سيحتاج لقراءتين أخرين ليصبح نافذا وتضمن مقترح قانون أن يخدم جنود الاحتياط في إسرائيل حتى سن الـ 41 عاما وضباط الاحتياط حتى سن الـ 41 عاما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع في غزة مزرن جدا وإن الأيام الأخيرة كانت دمية وأضاف بوريل أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطبق بسبب غياب العزيمة من الطرفين مشددا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار كما أكد المسؤول الأوروبي أن الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان أكد السيناتر الجمهوري لينسي جرهام ضرورة أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية كداعم لا يتزعزع لإسرائيل كما أكد أنه سيتم العمل في مجلس الشيوخ على تسليح إسرائيل بما تحتاجه تصريحات جرهام جاءت عقب لقاء عقده مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت الذي يقوم بزيارة لواشنطن للمرة الثانية لبحث تطورات الحرب في غزة والوضع على الحدود اللبنانية بالإضافة إلى مسألة تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل أتقى الناشطون في الولايات المتحدة حملة إلكترونية للضغط على أعضاء كونغرس لإلغاء الدعوة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس الشهر المقبل وطلب النشطاء وأعضاء الكونغرس بإلغاء الدعوة التي أرسلت لنيتنياهو أو مقاطعة خطابه أمام الكونغرس إذا ما بقيت الدعوة كما طلبوا بضرورة وقف الدعم المالي والعسكري المفتوح وغير المشروط لهذه الحكومة الإجرامية وكان نواب عن الحزب الديمقراطي قد أعلنوا سابقا عن مقاطعتهم للخطاب الذي جاء بعد دعوة من رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب لنيتنياهو ضمن مساعيهم لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الاحتلال تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم إلى إسرائيل بعد اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسنبيرج وتأتي زيارة العقد محادثات حول الأوضاع في غزة حيث من المفترض أن تجري بيربوك غدا محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رمالة كما ستتوجه الوزيرة الألمانية إلى لبنان هذا الأسبوع لعقد محادثات مع المسؤولين في بيروت حيث أشارت بيربوك إلى أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر من مقلق قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجع الحبيب أن الوضع في غزة مستمر في تدهور رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار وخلال اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسنبيرج أضافت الحبيب أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذوا كل الوسائل المتاحة لإجبار الأطراف على وقف إطلاق النار لافتة إلى ضرورة المضي قدما في عملية السلام وفي المفاوضات التي تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الـ 62 بعد المئتين على التوالي تزامنا مع قصف واسع على القطاع لا سيما في مدينتي غزة شمالا ورفح الفلسطينية جنوبا هذا واستهدفت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين غرب النصيرات بينما استهدفت المدفعية الشمال مخيم لبريج وحجر الديك ووسط القطاع أيضا قصفت قوات الاحتلال منطقة ميراج شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع بينما وصلت المدفعية قصف المكثف على حي البرازيل ومخيم الشابورة وحي تل السلطان في المدينة وشهد شمال القطاع استهدافا واسعا حيث استهدافت المدفعية المناطق الشرقية من شمال القطاع وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة فضلا عن شن سلسلة غارات متتالية غربي مدينة غزة بشمالي قطاع أعلنت سلطات الصحية في غزة سقوط 28 شهيدا و66 منصابا وصلوا إلى المستشفيات نتيجة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضحت السلطات الصحية أوضحت ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 ألف وستمائة وستة وعشرين شهيدا وأكثر من ستة وثمانين ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين قالت إنه تم محو عائلات بأكملها في بعض الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه في الحرب على غزة قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من عشرة ألاف إمرأة من هنا ستة ألاف أم وتركنا خلفهن أكثر من تسعة عشر ألف طفل يتيم أكد تقرير دولي بموقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نحو 21 ألف طفل في عداد المفقودين في غزة والعديد منهم محاصرون تحت الأنقاذ أو محتجزون أو مدفنون في قبور مجهولة أو فقدوا عائلتهم حسب ما ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة وأفادت فرق وحماية الطفل التابعة للمنظمة بأن عمليات النزوح الأخيرة الناجمة عن الهجوم على رفح الفلسطينية قد أدت إلى فصل المزيد من الأطفال وزيادة الضغط على الأسر والمجتمعات التي ترعاهم أكد الهلال والأحمر الفلسطيني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورا مع استمرار استهداف المدنيين والتواقم الطبية وخيام النازحين رغم تصنيفها على أنها آمنة منذ بداية الحرب إضافة إلى إغلاق كافة المعابر وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك استهدافات متكررة ومباشرة للمدنيين وخيام النازحين بما يؤكد عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع مشددة على أن الأوضاع في رفح الفلسطينية تتفاقم مع خروج جميع المستشفيات الرئيسية عن الخدمة مع وجود ألاف المواطنين الذين ما زالوا محاصرين في أقصى جنوب القطاع يقول أن نزحون الفلسطينيون الذين يحتمون في الخيام جنوب القطاع غزة أن الظروف المعيشية لا تطاق وأنهم يعيشون بين الحشرات السامة وبعد فرارهم من القتال وصل مئات الألاف من الفلسطينيين إلى المواصي وهو شريط ساحلي خصصته إسرائيل كمنطقة آمنة وحيدة في غزة وسط ظروف معيشية لا تطاق يحتم هؤلاء النازحين الفلسطينيين في هذه الخيام الممزقة في جنوب قطاع غزة وبعد فرارهم من القتال وصل مئات الألاف من الفلسطينيين إلى المواصي وهي منطقة آمنة وحيدة في غزة لكن الموقع يفتقر إلى المرافق الأساسية وسهولة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة الناس جاعة ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كس والناس مشحشطة وما أحد مبسوط حتى نص الأكل الناس بتأكله وهو كله نص رمل حياة يعني حياة جحيب يعني محدش أنه بقدر يستوعب هذه الحياة وتكدسوا معظم النازحين في المواصي في خيام غالبا ما تؤوي عائلات بأكملها لكن حرارة الصيف تهدد بتفشي الأمراض المعدية الماء بنشربها ملوتة نفسنا بشرب اطمين ضيفة والله نفسنا بشرب نيجي نشرب الماء بنشربها زي النار والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط السحلي تمتد من جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح الفلسطينية جنوبا نحن خايفين ننزح كمان نازح كمان لانه الصحيح اسرائيل ملاش امان اليهود ملهم مش امان احنا قلونا الجنوب امان ونزحنا من الشمال على الجنوب للامان جينا على الجنوب على الامان لقان الامان الموت قدامنا بننتظرنا بننتظر ولادنا بننتظر بناتنا بننتظر قريبنا الموت لقناه قدامنا يعني ما لقناش الامان نزل ما قلونا في الجنوب وعدونا في الجنوب في امان ويواجه النازحون في منطقة المواصل ومحيطها مخاطر بيئية وصحية كارثية جراء تكدس أطنان النفايات في ظل عجز البلديات عن القيام بمهامها بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق ومنع إدخال الوقود والآليات والمعدات اللازمة لعملها طالب مئات المتظاهرين في تايوان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحثوا حكومتهم على التوقف عن بيع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأمريكية وحمل المتظاهرون الأعلم الفلسطينية والأفتات كتب عليها عبارات دين الهجمات الإسرائيلية على غزة ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وشهدت أكثر من دولة حول العالم تظاهرات مشابهة تؤكد في مجملها أن بيع الأسلحة إلى إسرائيل يجعل من هذه الدول داعمة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وما زالت نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها خلال جولة لديبلوماسيين بمطار بيروت السفير المصري يؤكد دعم مصر لخلق مناخ إيجابي للوصول إلى حلول للتهدئة في لبنان نظم لبنان جولة للديبلوماسيين والإعلاميين بمطار بيروت بعد تقرير عن وجود أسلحة بداخله وجاءت الجولة تلبية لدعوة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني إلى السفراء ووسائل الإعلام ردا على تقرير صحيفة تليجراف البريطانية حول وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري وبدأت الجولة الميدانية من مركز الشحن في المطار ثم انتقل المشاركون إلى مركز الشحن الجوي واطلع السفراء على الإجراءات الأمنية بمطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت أكد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى أن الهدف من جولة السفراء في مطار بيروت هو دعم الحكومة اللبنانية وخلال مؤتمر صحفي للحكومة اللبنانية وعدد من سفراء الدول في مطار بيروت أجد موسى دعم مصر لخلق مناخ إيجابي من أجل الوصول إلى حلول للتهدئة في لبنان نحن وجودنا في هذا المطار الحقيقة الهدف منه هو رسالة دعم لدي الدولة للبنان رسالة أيضا إلى كل الأطراف على أن ما نحتاجه في المستقبل هو التهدئة والتهدئة وليس البحث عن ملاقصات وأشياء أخرى تزيد من حدة التواطم نعلم جميعا أن لبنان وضع في الإقليم يتأثر بما يدور في هذا الإقليم وبالتالي ما نسعى إليه نحن وأنتم والحكومة اللبنانية هو أنه في فترة قادمة نهدئ من حدة هذا التوابط القدر الإمكان نبحث عن مخرج فيه ما يخص الوضع في غزة وصول إلى وقت إطلاق نار دائم متأكيد على أنه هذا الأمر سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع ليس فقط في لبنان إنما فيه جبهات عديدة وهو هذا هدفنا بدوره أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن لبنان يدرس رفع دعوة قانونية على صحيفة التلجراف بشأن مزاعمها بتخزين حزب لا أسلحة في مطار بيروت وأضاف حمية في مؤتمر صحفي من المطار أن لبنان انتقلت من الخرقات الدوية الإسرائيلية إلى حرب نفسية عبر مقالات مزيفة لافتا إلى أن مطار بيروت الدولي يستوفي كل المعايير الدولية هذا التشويه لسمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت وبالتالي عم نعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريد لما شكلته من ضرب معنوي ليس فقط للمطار لبل لكل لبنان واللبنانيين مرافق الدولي اللبناني من المرافق البحرية لمطارها الجوة هي مفتوحة لكل السفراء أيضاً لن نكتفي بتلك الزيارة كل سفراء الدول جميعاً أي أحد يرغب بزيارة المطار بتواصل مع المدري العام للطران المدني جهاز أمن المطار وسوف نقوم بترتيب زيارة ميدانية لكل السفراء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كام أن قوات الحوثي استدفت سفينة ترفع عالم ليبيريا وتملكها الشركة اليونانية في هجوم يشتبه بأنه قد تم بطائرة مسيرة وبدورها أعلنت قوات الحوثي أيضاً استهداف السفينة ستولت سيكويا في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة تصعيد قوات الحوثي في البحر الأخمر وخليج عدن منذ السابع من أكتوبر إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمراً في هذا الإطار أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أن قوات الحوثي استهدفت سفينة ترفع عالم ليبيريا وتملكها اليونان في هجوم يشتبه بأنه قد تم بطائرة مسيرة وأوضحت سينت كوم أن طاقم السفينة ترانسور لدنافيجتور أبلغ عن إصابات طفيفة وأضرار متوسطة في السفينة لكنها واصلت إبحارها كانت قوات الحوثي اليمنية أعلنت أن قواتها استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي مشيرة إلى أن السفينة الأولى ترانسور لدنافيجتور في البحر الأحمر أما السفينة الثانية فهي ستولت سيوكويا في المحيط الهندي وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تدمير ثلاثة قوارب مسيرة خاصة بقوات الحوثي في البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من جهتها قالت إن ربان السفينة التجارية أبلغ عن تعارضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيارة ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة ووقع الهجوم على بواد 65 ميلا بحريا غرب مدينة الحديد الساحلية اليمنية بحسب الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية بدورها أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة هي ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع على منيبريا وهذا ثاني هجوم تتعرض له هذه السفينة خلال رحلتها الحالية إذ كانت قد استهدفت بعدد من الصواريخ قبل أيام عندما كانت تبحر في خليج عدن وفق مركز المعلومات البحرية المشتركة التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة ودولا أوروبية ومقرها البحرين وأشار إلى أن السفينة تكمل رحلتها إلى الميناء التالي مضيفا أنها استهدفت لأن السفنة أخرى تابعة للشركة المالكة نفسها تقوم برحلات إلى مواني في إسرائيل ومنذ نوفمبر شنت قوات الحوثي عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيارات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية ولمحاولة رضعهم تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لقوات الحوثي في اليمن منذ الثاني عشر من يناير وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيارات يقول إنها معدة للإطلاق قال الكريملين إن تورط الولايات المتحدة في الأعمال العادائية التي تؤدي إلى مقتن مدنيين روس لا يمكن إلا أن يكون له عواقل هذا واستدعت روسيا سفيرة الولايات المتحدة في موسكو لينترايسي بشأن ما وصفته بأنه مسئولية واشنطن في الضربة الأوكرانية على القرم وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت استفيرة بأن واشنطن تتحمل القدر نفسه من المسئولية مثل نظام كييف وأن هذه الضربة لن تمر دون عقاب رضا على هجوم أوكراني على القرم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو سترد على الهجوم وقال الكريملين إن الرئيس فلاديمير بوتين على تواصل مستمر مع الجيش منذ الهجوم على سفاستوبول وربطت ميدري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بين الهجوم الذي استهدف سفاستوبول والهجمات التي وقعت في داغستان واستهدفت معبدا يهوديا وكنيسة ومركزا للشرطة روسيا قالت إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الأوكراني بخمسة صواريخ على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وأصفر عن مقتل وإصابة العشرات وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ من طراز أتاكمز المزودة برؤوس حربية عنقودية بينما انفجرت ذخيرة الصاروخ الخامس في الجو وقالت وزارة الدفاع إن متخصصين أمريكيين حددوا إحداثيات رهلة الصواريخ بناء على معلومات واردة من أقمار تجسس أمريكية وهو ما يعني أن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن الهجوم وأضافت الوزارة أن واشنطن تتحمل في المقام الأول مسؤولية الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين في مدينة سيفستوبول بعد أن زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة كما يتحمل نظام كييف أن مسؤولية بعد تنفيذ هذه الضربة من أراضيه وبدأت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز التي يصل مداها إلى 300 كيلو متر في وقت سابق من هذا العام ولم تعلق أوكرانيا وللولايات المتحدة على الهجوم الذي جاء في يوم أعلنت فيه كييف مقتل شخص وإصابة عشر آخرين في ضربات روسية على مدينة خركيف بشرق أوكرانيا واتهم بوتن الولايات المتحدة مرارا باستخدام أوكرانيا لتقويد أمن روسيا وهو ما تنفيه كييف وحلفائه في الغرب لكنه حذر من تنامي مخاطر حدوث مواجهة مباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلنطي وفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية بأوكرانيا وتتضمن الحزمة الرابعة عشر من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو فرض حذر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المساهل الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة كما تمنح العقوبات الجديدة التكاتل مزيد من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات وتستهدفه 116 فردا وكيانا بسبب الدلوع في عمليات ضد أوكرانيا أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت دورا للعبادة ومركزا للشرطة بداغستان الروسية مؤكدة رفضها قاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب وتضامنها مع دولة روسيا الصديقة هذا وأعلنت وسائل إعلام روسية انتهاء عملية مكافحة الإرهاب في داغستان بعد هجمات على كنيسة ومعبد يهودي في بلدة ديربينت وهجوم على مركز شرطة ومعبد يهودي في محق قلعة ذات الأغلبية المسلمة وأفادت لجنة التحقيق الروسية بمقتل أربعة مدنيين من بينهم قصة وخمسة عشر من رجال الشرطة وإصابة آخرين في الهجمات إلى جانب مقتل ستة من المهاجمين في تبادل لإطلاق النار ينطلق اليوم في فرنسا الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية هذا وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف في فرنسا يدخل المرحلة الأخيرة من حملة الانتخابات التشريعية في الطليعة يليه اليسار ومن ثم وبفارق كبير معسكر الرئيس إيمانويل ماكرو انتخابات تشريعية هي الأهم منذ عام 1945 في فرنسا انطلق أسبوع حملاتها الانتخابية الأخيرة وواسط توقعات بأن يكون اليمين المتطرف الأوفر حظا فيها متصدرا استطلاعات الرأي دخل اليمين المتطرف الشوط الأخير من حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية ضاغطا للحصول على الغالبية المطلقة قبل أسبوع واحد من الجولة الأولى للانتخابات المقررة في 30 من يونيو الجاري يليه اليسار ومن ثم وبفارق كبير المعسكر الرئاسي الذي يتراجع بحسب استطلاعات الرأي فإن التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه سيحصدون ما بين 35.5 و36% من الأصوات متقدما على الجبهة الشعبية الجديدة تحالف أحزاب اليسار المتوقع أن يحصد 27 إلى 29.5% وعلى معسكر ماكرون بنحو 19.5 إلى 20% داخل المعترك السياسي وعلى عتبة الأسبوع الثاني والأخير من الحملة يسعى رئيس التجمع الوطني جوردان بردلة لاستخدام ورقة التهديئة طارحا نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين أما زعيم اليسار الرديكالي جان لوك ميلانشون فأكد عزمه على حكم فرنسا وهو ما يعتبره للشراقيون خطا أحمر في هذه الأثناء يتواصل انهيار شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي وتدنى التأييد للرئيس إلى 28% بتراجع أربع نقاط بحسب استطلاع معهد إبسوس ويبقى المعسكر الرئاسي في مأزق بين التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة ما دفعه للدعوة إلى ما وصفها بيقاضة جمهورية ضد اليمين المتطرف واليسار على السواء في الدورة الأولى من الانتخابات قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إن الصين ليس لديها الحق في معاكبة التايوان وذلك بعدما أدرجت بيكين عقوبة الإعدام ضمن التدابير الجنائية الجديدة التي تستهدف الانفصاليين التايوانيين وأوضح لاي أن العلاقات بين الجانبين ستتدهور في حال لم تقبل بيكين بوجود تايوان وتجرى تبادلات وحوارات مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبات ديمقراطيا على حد تعبيره أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه يراقب جيش كوريا الشمالية ويراقب أي استفزاز محتمل ببالونات القمامة بعد تغير اتجاه الرياح على حد تعبيره وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية لي سانجون إنه من المتوقع أن تأتي الرياح من الشمال أو الشمال الغربي ما يتيح لكوريا الشمالية إطلاق بالونات باتجاه كوريا الجنوبية مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تواغل من قبل الجنود الكوريين الشماليين بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية منذ العشرين من يونيو الجاري استضافت أقوات الأمريكية في كوريا جنوبية يوما إعلاميا لعرض طائرة من طراز إي سي 130 في قاعدتها جوية في أوسان وخلال الحدث أكد قائد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا جنوبية ديريك ليبسون مجددا التزم الولايات المتحدة بالضمان يشبه جزيرة آمنة وسلمية هذا وشركت الطائرات إي سي 130 في تدريبات جوية مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية للتعزيز قبلية التشغيل البيني والوضع الدفاعي المشترك في شبه جزيرة كوريا حذرت السلطات الأمريكية أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة من ارتفاع درجات الحرارة يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المدن الواقعة على الساحل الشرقي لدرجات حرارة قياسية مع اتجاه موجة الحر المسببة لظروف جوية خطيرة نحو الساحل الغربي في وقت تستعد فيه مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتسجيل درجات حرارة قياسية حذرت السلطات الأمريكية أكثر من 100 مليون شخص من ارتفاع درجات الحرارة مع اتجاه موجة الحر نحو الساحل الغربي التوقعات تشير إلى وصول درجات الحرارة في بلتيمور وفيلدالفيا إلى مستويات قياسية تقترب من 38 درجة مئوية في حين ترتفع درجات الحرارة إلى 32 درجة في ولايات مثل ايداهو ومونتانا ووايمونغ وهو ما يزيد بنحو 15 درجة على المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام وبسبب هذه الموجة يحذر المسؤولون من الظروف الجوية الخطيرة في منطقة بلدالفيا حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما فوق 41 درجة مئوية مما يزيد الشعور بالحرارة فوق المستوى الفعلي وظهرت أبحاث أن تغير المناخ يقود موجات حر خطيرة في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع وأنها ستستمر على مدار عقود قادمة كما يشتبه في أن الحرارة المرتفعة هي السبب وفاة مئات في أنحاء آسيا وأوروبا مع انتشار الموجة إلى كثير من المدن في أربع قرات هي إذن ظروف جوية غير معتادة تشهدها الولايات المتحدة في وقت يعاني فيه العديد من دول العالم من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وسط تحذيرات من أن التلوث الكربوني أدى إلى تغير المناخ بشكل كبير نتج عنه ارتفاع كبير في حرارة الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى تحتفل وزارة الخارجية في الرابع والعشرين من يونيو من كل عام باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي والذي أقره قرار جمعية العمل للأمم المتحدة الصادر في عام 2022 عرفانا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي وبهذه المناسبة صلطت الخارجية الضوءة على المسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات على مدار نصف قرن من الزمان منذ التحقي أول سيدة بالسلك الدبلوماسي في عام 1964 وأكدت الخارجية حرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة في العمل الدبلوماسي حيث تجلت ذلك في بلوغي نسبة تمثيل المرأة في الملتحقين بالعمل بالسلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة قرابة 50% أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبداللطيف أن مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف التابع للهيئة نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيا التصنيع لعربات مترو الأنفاق وفقاً لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة جاء ذلك خلال احتفالية إنجاز وتصنيع عشرة قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو من إنتاج مصنع سيماف في إطار تنفيذ توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة احتفلت الهيئة العربية للتصنيع بإنجاز وتصنيع عشرة قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف التابع للهيئة وذلك بالتعاون مع شركة هينداي رتم الكورية الجنوبية بدأت الهيئة العربية التصنيع من حوالي ثلاث سنين تطوير مصنع سيماف شكلا وموضوعا طورت البنية التحتية وجميع المرافق تم رقمانة المصنع بالكامل تم استحداث أحدث الماكينات التي تساعد في العملية الإنتاجية في مصنع سيماف نثمن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لأنها تمتاز بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة ونحن نتطلع لاستمرار التعاون المشترك في مجالات تصنيعية متطورة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة والكفاءات البشرية الماهرة بمصنع سيماف وأؤكد أن شركة هينداي رتم الكورية لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتوفر في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ووفقاً لمعايير الجودة العالمية الحاضرون أشاروا إلى أن هناك خطة مستقبلية يتم بموجبها إحلال وتجديد بعد خطوط متر الأنفاق القديمة لتعمل جميعها بنفس الكفاءة حقيقة أن ده التوجه فخامة الرئيس موجه به بتوطين صناعة النقل في مصر واللي احنا كلنا كمصريين بنتمنى أن هذا يحصل مش بس عشان يفتح مجالات عمل لزميلنا وإخواتنا والشباب اللي موجودين في البلد لا كمان علشان نقدر نوفر دخل اقتصادي للدولة وما نصرفش العملة الأجنبية في استراض هذه المعدات يأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق مطالب الهيئة القومية للأنفاق أحد أهم أذرع وزارة النقل لتوطين ونقل التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي لمجالات صناعة النقل في مصر ودعم منظومة السكك الحديدية ومتر الأنفاق ووسائل النقل الذكية محمد الخطيب التلفزيون المصري نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعملة في محيط طريح الأغاخان غرب أسوان في أكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية وأكد محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أهمية هذا أكشف حيث يديف تاريخا جديدا لمنطقة الأغاخان لسيما وأن بعض المقابر المكتشفة ما تزال تحتفظ بداخلها بأجزاء من مميوات وبقاء الأدوات الجنائزية الأمر الذي أسهم في معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الفترة وبعض الأمراض المنتشرة خلالها كما ينبئ بالكشف عن المزيد من المقابر بالمنطقة الآن مشاهدين الكرام نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد وفاتي مخالي الأهم بك فاتي أهلاً لنا ساحاً نايجي أهلاً لنا نهوة توفيق وأهلاً بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي بمقار الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوسوكي سرايا رئيس شركة سرايا العالمية التي ستطلق أول مشروعتها غداً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع شركة سرايا العالمية هو مجمع صناعي يضم أربعة مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة كما يعد المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط وتتطلع الشركة إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع شركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وفد لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية وفد من رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث تم استعرض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات وخططها المستقبلية في غضون ذلك استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لسيما الإجراءات التشرعية تهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة مشيرا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة للشركات في إطار قانون الاستثمار أعلنت وزارة تعاون الدولي نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائين على مدار الأشر الماضية وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلاة لحجد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاحات الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد القولية وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وكشفت الوزارة أن تلك الجهود أسفرت عن حجد تمولات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا أظهرت وثيقة مصرفية طلعت عليها رويترز أن شركة تنمية طاقة عمان المملكة للدولة تعتزم طرح سقوق مقوامة بالدولار لأجل سبع سنوات وذكرت الوثيقة أن من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم وسيتبع طرح سقوق بالحجم القياسي مقوامة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع الصدرات البترولية للمملكة بنسبة 4.2% في أبريل على أساس سنوية كما أظهرت البيانات نمو صدرات غير البترولية السعودية بنسبة 12.4% وتراجع الصدرات السلعية للمملكة 1% في أبريل على أساس سنوية وسجلت وردات المملكة تراجعا بنسبة 1.3% في أبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر وأنها لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا جزيلا لك فاطيمة وبالأخبار الاقتصادية أنت تنشرت السادسة وتبقى التذكير بالعنوية رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وموقف المشروعات والعقود المقرر توقيعها على هامش أعمال المؤتمر مصر تقدد رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد تنصيقها مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر معبر كرم بوسالم مؤقتا الأونروا تدعو للتصدي لمحاولة إسرائيل لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية وتحذر من محاولات استهداف منظمات أممية أخرى نهاية نشرتنا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم